خلينا نبتدي مباراة الأهلي والإسماعيل اللي فات فيها الأهلي بنتيجة 3 واحد وبس مر النادي الأهلي في تقديم عروض قوية جدا جدا في مختلف البطولات اللي بيشارك فيها هذا الموسم أو المشاركات اللي ابتداها مع بداية هذا الموسم سواء على الصعيد الأفريكي أو حتى على الصعيد المحلي طبعا باستثناء بطولة السوبر اللي ما كانتش موفق فيها النادي الأهلي وخسر قدام اتحاد العصيمة لكن الانتلاقة تعتبر مميزة على صعيد الأداء وأيضا النتائج بالنسبة لنادي الأهلي بخصوص إصابة إمام عشور نجم النادي الأهلي ونجم منتخبنا الوطني وطبعا النهاردة إمام خلى كل جماهير النادي الأهلي يعني قلبها ويع في رجلها وخلى الجهاز الفني للنادي الأهلي كذلك والجهاز الفني منتخب مصر وفيتوريا الرجل كان حطيت إيده على قلبه لأنه شاف إمام بيبكي وجماهير النادي الأهلي شافت إمام بيبكي فالكل يعني اتدى يتكاهن أو يتوقع الإصابة طبعا إحنا عندنا هاجس الصليبي هنا في مصر دايما إصابات الروباط الصليبي الجمهور المصري بيقلق منها تعرفش إحنا تحس إحنا في مصر هنا حظنا وحش مع الصليبي دايما فالناس قلت لك ممكن الله لا يقدر تبقى رباط صليبي لا هي الحمد لله بعيدة عن رباط الصليبي لأن الإصابة أصلا مش في الرجبة فالبعد قال لك ممكن تكون كسر في الكاحل كسر في الأصبة مش عارف إيه كلام من ده فتلع طبيب النادي الأهلي وضح كل التفاصيل بس خلية أقول لحراركم تفاصيل أكتر هي الإصابة بالضبط بالضبط بعدما اللاعب خرج زي ما حراركم شايفين كده وراح لمستشفى قريبة جدا جدا من أستاذ بورج العرب عمل أشعة الأشعة أثبتت أنه هو الموضوع كله عبارة عن كادمة قوية كادمة قوية فين بقى بالضبط؟ بين الأنكل والكاحل كادمة قوية في أسفل الأصبة بتاعت الرجل دي أسفل الأصبة بين الأنكل والكاحل كادمة قوية قوي سماعة شوية فوق في الرجلة شوية سماعة تمام؟ مع التواق بسيط في الكاحل أنا بقول لك التشخيص الدقيق بالضبط التواق بسيط في الكاحل مع كادمة قوية بين الأنكل والكاحل ده التشخيص الدقيق لإصابة إمام عشور بتقولوا لي حاجة يا جماعة؟ البكاء بالنسبة لإمام عشور سببه أنه هو إلي على نفسه لأن أولا ما نزل جرب لو حضراتكم خدتوا بالكم نزل تاني بعد الإصابة نزل الملعب فحاول يجرب نفسه وكده وحس أو شاف أنه فيه ورم بقى موجود بسرعة في رجله فده ألأ إمام نفسه فده كان السبب اللي خلاه بكى بهذا الشكل ألأ كل جمعير النادي الأهلي من خلاله طيب الأكيد الحمد لله أن الإصابة بسيطة بالنسبة لإمام عشور الأشعة اتعملت في مستشفى مبارة الصفرة في اسكندرية وفي كيلو 21 يعني بتحديد والأمور مطمئنة للغاية حيغيب بالضبط بالكتير قوي قوي عشر تيام بالكتير قوي عشر تيام المؤكد أنه خارج معسكر منتخبنا الوطني للأسف الشديد للأسف الشديد لأنه لعيب مهمة قوي لمنتخب مصر وفي توري كان يعني مبسوط قوي بالأداء اللي بيقدمه إمام عشور مع النادي الأهلي بعد فترة كبيرة من الإصابة والبعد عن المباريات لما كان في ميتلند لكن غياب عشر تيام على أكثر تقدير بالنسبة لإمام عشور وأنا بقول لحضراتكم أن النسبة الكبيرة بخصوص لحاقه بمبارات سينبا التنزاني نسبة كبيرة جدا يعني الناس كلها تسأل طب هو حل حيلحق السفر مع معسة النادي الأهلي يوم 18 عشر مات شوما عشرين في دوري الصبر الأفريقية أنا بقول لك بنسبة كبيرة أو حيلحق بنسبة كبيرة مسافر لكن كده كده حيكون في فحص جديد هو اللي هيحدد الموقف خلال الساعات القليلة جدا المجبلة المنتخب بكرة حيبقى في فحص بكرة بتحديد الصبح في عشعة رانين وحتأكد أو تطمن بشكل أكبر هو موضوع تستيف ورق بالنسبة لمنتخب الوطني فلوه طبيعي لازم اللاعب كان ضمن المعسكر فلازم يتعمله أشعة تطمنوا عليه لكن هو خارج معسكر المنتخب بشكل رسمي ولسه فيتوريا بالنسبة ما قررش هيجيب حد مكان إمام عشور لا لا الأقرب أنه مش هيكون في حد مكان إمام عشور في قائمة منتخبنا الوطني في المرحلة المجبلة وبالتحديد في المعسكر المجبل فدي تفاصيل إصابة إمام عشور بالزبط ألف مليون سلامة بصراحة بادي بداية أكثر من رائعة مع النادي الأهلي هذا الموسم ما كانش فيه ناس كتير متوقعين إمام حيظهر بالمستوى ده النهاردة حتى ساهم في الهدف الأول بشكل أكثر من رائع أداء مبهر حماس زائد نتج عنه إصابة لأن التدخل اللي هو عمله أنا شايفي كرة كانت بعيدة عنه ما كانش ليه أي لازمة بصراحة لكن انتوا عارفين الحماس والروح العالية وده بيبقى مطلوب ساعات في الكرة سلازم اللعب يحتارس شوية في مثل هذه الحالات داخل الملعب لكن ألف مليون سلامة على إمام عشور أحد أبرز نجوم الكرة المصرية وخلاص طمنا الجميع العودة حتكون سريعة جدا بإذن الله تعالى واللعب حيكون موجود مع الأهلي بنسبة كبيرة جدا في مباراة الزهاب أمام سنبا التنزاني يوم عشرين